بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني عندما ذكر انظروا إلى المنهج وسلامته والثبات على المنهج فلاحظوا في البداية عندما ذكر الدعاء وذكر الأمور ذكر هداية التوفير والعصمة لله والعصمة من الله عز وجل هو الذي يعصي ثم عندما جاء إلى أمر العمل والتأثير النصيحة لا أستطيع أن أقدمها إلا بتوفيق الله أن تقبلوها إلا بتوفيق الله طيب هنا أنظر عندما يذكر ما للأسرة من مكانه يقدم بماذا؟ لم يخلو بفضل الله الذي وصلت إليه الأسرة هو ماذا؟ هو فضل من الله فنسبة الأمور في الهدى وتقديم ما يشير إلى هداية التوفيق هذا أدب رفيع وليس الإنسان نحن وكنا ونفعل وإنما الإشارة إلى هذا الأدب العظيم وهو أن صاحب الفضل هو الله هو الله فهو يريد أن يذكر مكانة أسرته لكن يقدم بأن كل الذي سأذكره لا بد أن ينسب فيه الفضل إلى معطيه وهو الله سبحانه وتعالى هذه واحدة الثانية ننظر أشار إلى قضية الصلاح وانظروا إلى العالم ربط الصلاح بمقصود الشرع في الأسرة ما هو مقصود الشرع؟ كما قلنا تدين الأسرة صلاح التدين فلذلك الشهرة شهرة ماذا؟ شهرة صلاح تدين صلاح تدين ثم أعظم ما يحقق هذا الصلاح ما هو؟ الأخلاق وأعظم ما يتعلق بالأخلاق بالنسبة لأن الآن صلاح تدين وعفاف فصلاح يعني ننتبه صلاح جانب العبادة بصلاح التدين عبر عنه صلاح جانب الأسرة فيما يتعلق بالنسل والنسب عفاف صلاح الأسرة في جانب ما يتعلق بالمال وحفظ المال تصاون أنهم أهل صيانة ليس ممن يكسر وجوهه بالسؤال وليس ممن يترك العمل في الدنيا فيتكسب فيحتاج إلى أن يسأل إذن هي شهرة ماذا؟ شهرة في أمر الدين شهرة في أمر العفاف عشان يحفظ النسل والنسب وشهرة في أمر التصاون لحفظ المال أي أنهم لم يكونوا من الكسالة الذين لا يعملون ويتكسبون لأنفسهم ويتكففون الناس ثم نجد أنه لما ذكر أمر المال أراد أن يحتار وأنهم لم يكونوا يجمعون المال للمال ولم يكن نهم على المال لكن جمعٌ للمال لكي يعفهم المال فتكون يدهم عليا يدٌ معطية لا آخذة ثم أن المال فاحتاط كما ذكر بعد ذلك أن المال أين كان في أيديهم وليس في قلوبهم فإذن المال إذن في عمل وكد ثم العمل والكد لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون الإنسان يصون وجهه عن مذلة السؤال وأنه ليس تعلُّق بالمال هذه الأمور العجيبة يعني جمعها في هذا الترتيب وفي هذه الكلمات عرفت كم نحتاج أن نقف ونتأمل عرفت كيف فعلاً وصية العالم كيف تكتب وكيف ينتفع بها بها الناس فلذلك يقول من تهى إلينا من صلاح صلاح ماذا؟ تديُّر ثم عفاف ثم تصاوم ثم يذكر أن هذا الأمر أيضاً يقول لهم أنكم أنتم أخذتم أيضاً في هذه الأسرة التي فيها الصلاح لُبُّوا الصلاح وأعظم هذا الصلاح أيضاً الموجود في هذه الأسرة هو مُقتربٌ منكم حيث أن ولاحظ الآن التزكي لمن مات والآن إذن الجد له إخوة فمن أصلح هؤلاء الإخوة؟ جدُّكم أنتم أبو والدكم الجد القريب ففاقى ماذا؟ فاقى أقرانه من إخوانه مع أن الصلاح للجميع لكن جدُّكم فيه الصلاح أكثر إذن ما معنى ذلك؟ إذن أنتم لابد أن أقل شيء أن تكونوا مثل هؤلاء وأن تكونوا على نفس الحال فهذا المحرك اللطيف عرفت يعني كم نحتاج فعلاً نسان عندما يكرمه الله ويكون من أب صالح ومن جد صالح ومن أسرة يعني وجد فيها الصلاح فكم سيكون هذا مؤثر أن يذكر به الأولاد ليحافظوا عليه فماذا يقول الآن في هذا؟ فلذلك ننظر يعني عندما ذكر جدهم كيف كان معروف بالصلاح بالتدين والتورع ثم أنه مع أنه له وجاها العلم جعله وجاها والأسرة جعلت له وجاها ثم المال واتساع الدنيا في يده جعل له وجاها لكن هنا المال ننظر ماذا سيقول في تعامله مع المال نعم أيوة وكان أوفر الصلاح والتدين وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله وهذا سبحان الله منهج إذن الآن هذا التعامل مع المال المال موجود كيف جاء؟ جاء بكسب وجاء بكد بطريق مشروع لكنه عندما اجتمع لم يكن القلب متعلقا به فلذلك كان المال في يده ثم أيضا منهج ثاني وهو كلما اقترب الإنسان من آخرته وتقدم في العمر فينبغي أن يكون الشغل الأكبر هو ماذا؟ هو لآخرته فيما يتعلق بالعبادة والاعتكاف والتفرغ لهذا الأمر ولذلك دائما نقول أن من تأمل في وحي الله والطريقة الربانية في استصلاح هذا الإنسان فإن هذه الطريقة الربانية تبني إنسانا أخرويا لا إنسانا دنيوي شريعة الله تبني إنسانا أخروي لا إنسان دنيوي وهذا هو المسلم إنسان أخروي بمعنى هل معنى إنسان أخروي أنه لا يعمل شيء في الدنيا هذا فهم أهل التصوف المنحرف وإنما يعمل في الدنيا وينجز في الدنيا لأجل الآخرة ويعلم أن الآخرة لا تنال إلا بغرس في الدنيا فلابد من عمل الدنيا ولكن عمل الدنيا للآخرة وليس عمل الدنيا للدنيا فلذلك هذا التصور بهذه الطريقة كم هو أيضا له من التعصيل ووضوح الصورة في التحفيز للأولاد ثم أيضا كما قلت لأن هذا الأمر يحتاج إلى يعني أن يحرك النفس به بصورة أكثر تفصيل فلذلك أيضا يستطرد فيه هذا الأمر نعم ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم إذن هذه شهرة الآن يبدأ أقرب الناس إليكم أعمامكم وأبوكم طيب أعمامكم نفس الشهرة شهرة عبادة بالحج شهرة نصرة الدين والتضحية للدين بالجهاد شهرة صلاح وعفاف لأن الأسرة أنا قلت نركز وننتبه الأسرة عندنا أصلين عظيمين أصل حفظ النسل أصل حفظ النسب فلذلك لما كان هذه من الأصول العظيمة المناطة بالأسرة فلذلك نجد قضية العفاف تتكرر يكررها هذا ليست قضية أكذا مجرد وضع كلمات فهناك الذي يفهم هذا الفقين أن قضية الأسرة من مقاصد هذا الكيان أن يكون يحفظ النسل ويحفظ النسب فلذلك قضية العفاف تبقى التذكير بها يتكرر عرفت لا فهذا جانب مهم ثم جانب الصلاح صلاح دين عرفت لأنها حفظ التدين والصلاحون لاحظوا يعنات رمز أو عنوان ومصطلح يدل على شهر بصلاح دين وتديم وهذا مقصد أيضا من مقاصد الأسرة والمقلوب أن يكون القائم عليها يتحقق فيه ذلك ويحقق في من تحت ولايته ذلك ثم يقول وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم فإن استطعتم الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان وإلا فلا تقصر عن حالهم إذن هنا على أقل تقدير هذا المستوى المقلوب ما هو الذي أتمنىه لكم أن تكون أعلى وأكمل في إنجاز المقلوب لأن الدين عرفت يفتح للإنسان بقدر ما يبذل فالباب مفتوح له فلذلك يقول لا تكن همتكم هذا الحد لا تنزلوا عنه لكن لا يكون هو همتكم بل همتكم ما يعرضه هذا الدين على الإنسان وما يقدمه هذا الدين للإنسان فلتكن لكم هم عالية ونفس عالية تطلب الأعلى ثم النتيجة لا تظنوا أن المقصود بهذا الأمر أن أريد لي ولكن أيضا لأنفسكم وذلك كله لأجل أن تنفعوا أنفسكم ثم يذكر هنا الآن أيضا معنى لطيف بعد ذلك يأتي أيضا في جانب الأسرة وهو يقول يعني ما أريد أن نأتي يوم القيامة ونحن مفترقين فهنا في الدنيا يحزنني أن أفارقكم لكن ما أريد وهذا فراق مؤقت لكن هناك دار لو حصل فيها الفراق سيكون أبدي فلذلك يقول استمروا على أمر الصلاح علّى الله أن يجمعنا ذاك الاجتماع الذي لا افتراق بعده في الجنة وكم أيضا يكون لمثل هذا الأمر من تأثير على المتلقي أن الناصح يريد أن تكون معه يريد أن يجالسك يريد أن يرافقك يريد أن يكون معك فهو يستأنس بك ويفرح بك فلذلك يتمنى أن هنا فراق لا بد منه ولكن هناك بما تقدم وتعمل تجتمع مع من تحب أو لا تجتمع مع من تحب ثم يفصل بين هذا وهذا بتأصيل أيضا في غاية اللطف وهو يعرض الآن لهذه الوصية أن يريد أن يقول وصيتي لكما لأن هناك من هو أفضل مني لأن هناك من أمرنا الله بالتأسي بهم لأن هناك من جعلهم الله قدوة لنا فعلوا ذلك فأنا فعلت من هم من فعلوا ذلك الأنبياء ثم أن مضمون وصيتي أخذتها من وصاياهم فكيف رتبوا الأمور الأنبياء أين كان محل ومحور وصايا الأنبياء فأنا نظرت إلى ذلك وأخذت منه فهنا يأتي لكي يدخل كما أن البداية كانت مع الله فيأتي هنا أيضا مع الأنبياء القدوة والأسوة أي كل الذي فعلته فإنما هو استنان بما فعله الأنبياء مع أولادهم فماذا يقول نعم وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الوصية ليست مبناها على الهواء ليست القضية وهنا سبحان الله كم نخطئ وكم حقيقة نخالف المراد الربان في تربية الأولاد عندما نظن أننا نحن أصحاب الحق أن نضع لهم أهدافهم العليا وغياتهم العليا كم نكون أخطأنا من أنت الذي تعطي لنفسك هذا الحق وصاحب الحق الذي خلق أفمن يخلق كمن لا يخلق لا بد أن تدرك أنك مطالب أن تفع لولدك في غايته وهدفه مراد الله مراد الله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أن تجعل له غاية أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار أن تجعل له غاية أن يعيش في هذه الدنيا عابداً لله أن تجعل له غاية أن يكون في الدنيا من المتقين من أهل الصلاح من أهل العفاف وليست القضية أنك أنت الذي تحدد الغاية لولده من أنت ربه هو صاحب الحق الذي خلقه هو صاحب الحق في قضية لابد أن نعي يا إخوة كم نفتأت على ربي فلذلك هنا عندما يقول أن أوصي لست وصيتي مبنىها هوى لست وصيتي منفكة عن وحي ربي الله عندما يذكر وصايا الأنبياء ليش كل أب لابد يفهم إذا أردت أن توصي هل تجد وصية أحسن من وصية خليل رب العالمين خليل رب العالمين الذي اصطفاه الله وهل أنت عصرت الخليل ومن الذي سيخبرك عن وصية الخليل ولماذا تحفظ وصية الخليل في هذا الكتاب لأن الله يريد يريد أن تتبع الأمة وكل أمة ملة الخليل أليس الله أمرنا بذلك أليس الله أمر حتى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وأمرنا فاتبعوا ملة إبراهيم فلذلك الذي أمرك باتباع الملة إذن ابحث في كل مكان ذكر إبراهيم فيه في القرآن قف متأملا ولذلك انظر إلى فطنة بن القيم رحمة الله عليه يقول من تأمل القرآن وتدبر القرآن أدرك أدرك أن الله عز وجل يريد أن يجعل إبراهيم عليه السلام مشهوراً في العالم إرادة الله أن يبقى هذا الإنسان مشهوراً في العالم فانظر إلى فطنة هذا العالم الذي فهم الأمر الرباني فاتبعوا ملة إبراهيم فعندما يبدأ بالوصية ما يقول كلام من عندي نفسي ماذا أول ما أوصيكم تأدب مع الله تأدب مع كتاب الله فهم وإدراك ماذا في القرآن يقول اتبعوا ملة إبراهيم ثم أجد أن في القرآن ينص على وصية من هذا الذي أمرنا باتباعه لولده ثم ما أجعلها أول ما أوصي به هل أدركنا قيمة هذا الأمر وفهمنا كيف عندما تكون الوصية من عالم تختلف أن تكون من عامي فذلك يقول أول ما أوصيكم به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب نبيي نبيي والعبرة في الأول الذي أمرنا باتباعي من الته صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه خليل رب العالمين وثم قضيته واضحة ما هي قضية الثبات على الدين ولاحظوا أيضا لفت أخرى في وصية إبراهيم لولده وهي والله لطيفة وعظيمة إبراهيم أبوه كان كافراً أو مسلماً كافراً فهو مسلم من أب كافر النعمة على إبراهيم عظيمة وولده ما هو الحال مسلمين من أب مسلم فلذلك هذا معنى لطيف فيقول انظروا إلى نعمة الله عليكم فأنتم ماذا أكرمكم الله ولدتم من أبوين مسلمين فلذلك التذكير إذا نشى المطلوب أنتم ولدتم في الإسلام ونشأتم في الإسلام إذا ما هو المطلوب منكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسؤوليتكم الأولى في الدخول في الإسلام جاءتكم منة من الله فأكملوا مننا بماذا أن تثبتوا أن تثبتوا فإذا نجد الآن عندنا قضيتين في وصية إبراهيم والبدء بها الأول ما هو الذي أمرنا باتباع ملته ذكر الله وصيته وسجلها في كتابه فأليق ما يكون وأحسن ما يكون في اختيار الأب لولده أن يختار لهم وصية إبراهيم ثم أيضا أن وصية إبراهيم تضمنت حال كل أب مسلم يوصي أولاده فإنه فيها تذكير بالنعمة الأولى وهي الولادة من مسلمين والنشأة بين المسلمين ثم التذكير بماذا الوصية بالثبات على الإسلام والنعمة التي أكرمكم الله بها وأن يكون ذلك مستديما مستمرا إلى الممات فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بماذا يتبع ذلك إن دخلت في الخير فاعلم أن لك خصما سيسعى إلى ماذا إلى إخراجك منه فلذلك ستكون الوصية الثانية ما هي مما سيخرجك من هذا الخير فلذلك جاء التحذير بماذا بوصية أخرى للضمانة في الجانب الثاني لأن الدين الدين بناء وحماية والحماية الآن هل أنت تضع السور قبل بناء البيت ولا بعد بناء البيت تضع السور ها أيهما الأول تبني البيت ثم ماذا ثم تحميل فلذلك وصية إبراهيم بناء وصية الوصية المذكورة للقمان والجزء المذكور منها ما هو الحماية والدين فعل وترد لا إله إلا الله فعل وترد فلذلك انظروا أيضا كيف جمعت الوصية في أمر الدين البناء والفعل والترد البناء والحماية فوصية إبراهيم لبناء الدين ووصية لقمان للمحافظة للحفاظ والحذر مما يخرجك من هذا الدين فلذلك هذه وصية إبراهيم ثم وصية لقمان فقال وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا لاحظوا الآن التعقيب على الوصيتين بالكلام الذي أشرت إليه الآن تفضل الله علينا به أنتم من أبوين مسلمين ويقول عن نفسه أنه من أبوين مسلمين هذا فضل الله فتمسكوا بهما ثم الدوافع التي قد تخرجكم منها احذروا ذلك نعم فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدينكما فكيف بدنياكما فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة هذه كلمة حكمة والله لو تحفظ هذه العبارة يقول فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة كلمة من حديث النفس يؤتى بأشد الناس يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة إنسان ليس في الدنيا أحد أبأس منه فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويقال هل رأيت بؤسا قبل هل مرت بك شدة قبل فيقول لا يار غمسة واحدة أنست أبأس إنسان في الدنيا كل البؤس قال ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار إنسان ليس أحد على أهل ظهر الأرض تمتع بمتع الدنيا أكثر منه فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج غمسة فيقال هل مر بك نعيم قبل هل رأيت نعيماً قبل ماذا يقول لا يا رب فلاحظ عبارته هنا قال فإنه لا ينفع ولاحظ النافع الكلمة التي هي تتفق مع غريزة الإنسان سأنسعيه لتحقيق النافع ودفع الضر كل إنسان هذه حركته فيقول فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار والله مهما تمتعت في الدنيا فسين إذا كان الإنسان من أهل النار وأسأل الله ألا يجعلنا منه وألا يجعل لأجسادنا نصيب في النار فيقول لا ينفع نفع فإنه لا خير في نفع بعده الخلود في النار ولا يضر ضير كل ما يصيبك من ألم ما دمت على الحق فاعلم أنه في الآخرة ستنساه ستنساه عرض طيب أيوة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإن ميتم على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقه ولا نتوقع وزاله ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكم قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من صخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده أيضا لاحظوا سبحان الله هذا التأصيل وهذا الذكر الذي أخذ وحرك الغريزة والعاطفة وفي نفس الوقت كيف أصل له هذا التأصيل العظيم كيف أن أهل الجنة لا يفترقون فيها فإذا جمعهم الله فلا افتراء وإذا كان إنسان في الجنة مخلدا وإنسان في النار مخلدا فلا التقاء كيف أنه يخبرهم أن الشوق الذي في صدره هو أن يلتقوا في الجنة وأن يجتمعوا في الجنة وأن هذا اللقاء سيكون لقاءاً ممتد مع الآباء والأجداد من أهل الجنة والاجتماع وأن ذلك أعذب ما يكون وأحلى ما يكون وأسعد ما يكون وأنفس ما يكون للإنسان أن يلتقي مع أهله وأن يتمتع بما أعد الله في تلك الدار من النعيم ثم يقول لا تركنا إلى صلاح الآباء وتتركاء العمل فالحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لم يسرع به نسبه فلذلك وإن ذكرت أنكم من آباء ومن أسرة ومن ومن فإن أكرم الله الآباء بما عملوا وما بلغتم أنتم تلك المنازل عرض فإنه لن ينفع ذلك خصوصا إذا إيش إذا زلت القدم ووقع هذا الإنسان في الفتنة وارتكب أمرا سخط الله عليه بسببه فأوجب له النار فإنه لن ينفعه أهله وإن كانوا من الصالحين وإن كانوا من أهل الجنة فإذا هذا الأمر الذي تضمن ترغيبا وتضمن تحذيرا سير مع ماذا مع طريقة الشر ومع طريقة القرآن التي إن ذكر جانب الترغيب قُبل بجانب الترهيب وإن ذكرت البشارة قُبل بجانب النذارة فهذا الجمع الذي هو طريقة القرآن هذا مما يدل على انعكاس هذه الطريقة القرآنية على هذا العالم فيجمع لولده بين الترغيب والترهيب بين البشارة والندارة البشارة آباؤكم أهل خير والمؤمل أن يكونوا في الجنة والمؤمل أنكم أنتم يعني تكونون معهم إذن هذه جانب بشارة ثم النذارة وهو أنه أيضا حتى النذارة عُرِضَت بالجانب البنائي وهو ماذا أن عندما أذكر ذلك دافعه الشفقة ليس دافعه المذمَّ لكم وإنما يعني احذروا احذروا حتى لا أتألم بأن لا تكونوا معي في الجنة واحذروا حتى لا يكون لا يتحقق اجتماعنا في الجنة مع من قبلنا من الآباء والأجداد من الصالحين فحتى التحذير جاء بالأسلوب الذي ليس يعني منفرا بل أيضا هو دافع لي القبول والطاعة والاستجابة نعم وتنقسم وصيتي لكما قسمين فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده وقسم فيما يجب أن تكنا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما إذن وهذا من أعظم أيضا الأمور التي واضحة كما قلت في طريقة الربانية وشريعة الله عز وجل إنما نزلت لتحقيق هذا الأمر وهذا التوازن فالذي يربي ولده على أن لا يكون لهم شيء في هذه الدنيا ولا يربيهم كيف يعيشون هذه الحياة على تصوّن وعلى تعفّر وعلى اقتدار وأن الإنسان يكون يربيه على أن يكون صاحب يدٍ عليا فعندما يغفى الإنسان عن ذلك ويظن أن حق الولد فقط في الجانب الأول فنقول أخطاء أو من يأخذ الحق الثاني وينظر فقط لدنياه وما يصلح الدنياه فنقول أخطاء ولذلك فالأمر واضح من أول لحظة أن الوصية ستكون ماذا يتحقق من ورائها صلاحٌ في أمر دينكم وصلاحٌ في أمر دنياكم وسنرى كيف يحظهم عندما يأتي أمر الدين كيف يرتب الأمور وبماذا يبتده سلم الأولويات سلم الأولويات كم كم يغفل عنه وهذا السلم في التربية كما يقول شيخ الإسلام في كلام معناه أن الذي لا يعرف ذلك لا ينبغي أن يربي فإنما يفسد أكثر مما يصلح الذي لا يعرف كيف يربي وفق السلم الصحيح في تربية الأمور والأب مسؤولاً يتعلم أنت بحثت عن الولد وعطاك الله الولد ومقابل هذا العطاء مسؤولية إذا لابد أن تتعلم كيف تؤدي هذه المسؤولية سيسألك الله وسيحاسبك الله هل يغني الإنسان أنه ما يتعلم ولا يفهم ماذا يريد الله وكيف يريد الله أن تربي ولدك وكيف ترتب الأمور لا تتعلم ذلك ثم تظن أن ابنك يوم القيامة سيتركك فما جاء في الأثر يأتي الإبن يتعلق برقبة أبيه يا رب هو المسؤول فاسأله فلذلك إدراك هذا الأمر ليست قضية نظنها فضل أن الإنسان يتعلم ليست قضية يعني إن وجدت وقت تعلمت ما وجدت الأمر خلاص يعني الأمر بسيط كل الناس يربو أولاده منتهت الإشكالية ليس الأمر بهذه الطريقة الأمر هناك هناك إرادة ربانية أعطاك الله في مقابل العطاء مسؤولية مسؤولية لن تتخارج أمام الله ولن يخارجك شيء إلا أن تتعلم وتنفي ذلك هي سبيل ثم رشاد منهج تتعلم ثم عمل رشاد فلذلك هنا إذا إذا أدركنا هذا الأمر إذن كيف لابد أن نتعلم كيف كيف نعرف نربي أولادنا على أمر الشريع وكيف نربي أولادنا على إصلاح دنياهم والتوفيق من الله لكن أنت مطالب بأن تعمل وأن تتعلم أما إذا لذلك أنه سلم يقول خير خير يعني ما ترك الأب لابني ما هو خلق حسن ربي على هذا الأمر أما أن نظن أن غاية التربية هي يعني إطعام هذا الجسد وانتهى الموضوع ليس الأمر بهذه بهذه الطريقة طيب نقف بعد ذلك يعني مع قضية واحدة ولأنها تحتاج حقيقة إلى أيان ونأخذ فيها يعني وقت لا نزيد عن العشر دقائق بإذن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يسر وقت لإكمال حقيقة قراءة هذه الوصية النافعة التي والله كتبت كتابة يعني على طريقة علمية عالية وراقية ومبنية على فهم عميق للدين وشريعة الله عز وجل فلذلك بعد الآن رتب هذه المقدمة بالأمور التي أشرنا إليها وهي بعض القضايا التي تضمنتها الكلمات السابقة فننظر في سلم الأولويات بماذا ابتدى سلم الأولويات باعتبار المرحلة العمرية سلم الأولويات باعتبار أمر الدين والدنيا سلم الأولويات باعتبار الباطن والظاهر سلم الأولويات باعتبار ما يتعلق بالعقائد والشعائل هذه كلها أمور مؤثرة في وضع سلم الأولويات أيهما يكون الأول كلها لها تأثير فأيضاً بين العلم والعمل مؤثر فهذه كلها معتبرة في هذا الترتيب فلذلك بأيها سيبدأ مراحلة المراعاة انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجا من حديث جند ابن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب حزاورة سعنا صغار ما زلنا مرحلة المراهقة فماذا يقول يعني ليس واحد مجموعة شباب حول رسول الله سلم يتعلمون منه قال فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان هذا الترتيب العجيب أن البدء بماذا البدء بالإيمان ثم ماذا القرآن حيث تعلم الأحكام لكن البدء بالإيمان ولأن القرآن لم يكن تعلم على طريقتها وإنما ماذا قال سلم ليتجاوز بهم عشر آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم ثم يعملون به ثم ينقلهم إلى غيرها ليس هناك فقط حفظ باللسان بدون فهم بدون إيمان ويقين بدون عمل وتطبيع هناك حقوق أربعة نحو هذا القرآن يجب أن نعيها ونفهمها ما هي هذه الحقوق الأربعة نحو القرآن الأول يتكون من ثلاثة أفعال اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن وهي حقوق موجودة في القرآن اقرأ نعم فقرأوا ما تيسر من القرآن نعم اسمعوا القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يسمعه وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله إذن يسمع تسمع يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل أحب أن أسمعه من غير إذن الأول في الحقوق نحو القرآن اقرأ واسمع وأسمع الحق الثاني تدبر وافهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباء تتذكر تتدبر وتفهم الحق الثالث ما هو إيمان ويقين هذا القرآن ما هو كتاب الحق جاءنا من عندي الحق لكي يقدم للناس الحق وماذا بعد الحق إلا الظلال فكيف تتلقى آيات القرآن لتبني يقينا هذا الثالث الرابع ما هو خضوع وعمل خضوع وعمل فلذلك هذه حقوق القرآن ورسلم كان مع أصحابه يؤدي معهم هذا الحق نحو القرآن ويربيهم على هذه الطريقة فلذلك الطفل في مرحلة المراهقة أين محل التركيز في التعليم على الإيمان فيكون البدء به وهنا منهجية عجيبة في كيف يبنى الإيمان ما هو الإيمان الذي يبنى ما هي معالمه ما هي قضيته عرض كيف كيف تبنيه ما هي الوسائل التي تسلكها لبنائه فهذه قضية أعظم ما يحتاج الآباء والأمهات أعظم والله أكبر وأهم علم ينبغي للآباء أن يتعلموه هو كيف يحافظون على إيمان الإيمان عند أولادهم وأول قضية في المحافظة على الإيمان ما هي أول قضية أن تحافظ على المكتسب الإيمان الخلقي الموجود عند طفله الطفل ليس خلواً من الإيمان الطفل عنده قضية عظيمة من قضايا الإيمان ماذا سميت سميت الفطرة الله سماها الدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وذلك انظروا إلى فطرة شيخ الإسلام والله إلى كلمة عظيمة عجيبة يعني عندما تبني الدين في الإنسان ما هو الجانب الأكبر والأعمق الجانب الأكبر والأعمق هو عطية الله التي هي الفطرة فماذا يقول في تعريف الدين يقول هو الفطر السليمة المكملة بالشرعة المستقيم الشرعة مكملة لكن فيه أصل إذن ما هو دورك كأب ما هو دورك كأم الدور هناك مكتسب هناك عطية هناك كنز موجود مطلوب منك أن لا تكون خائنا فيفقد الولد هذا الكنز ليس المطلوب أن تبذل جهد لتبني لكن أن تبذل الجهد لتحفظ شيئا موجودا وهذا من كمان رحمة الله وعدل الله أن هذا الأمر أعطاه عطاء وقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقال أن يسلم كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هم من يحدث التغيير فعندما تدرك أنت أن هناك شيء موجود الآن لو سألت كم من الآباء الفطرة هل هي قضية سارية مدركة عند الآباء هل يعرفون ما هي هل يعرفون كيف تكون المحافظة هل يدركون أن أول مسؤولية نحو الولد أن تحافظ على فطرته أن تحافظ على الخير الموجود عنده وأن تعرف ما هو هذا الخير وكيف تعرف أنك حافظت عليه كل هذه قضايا عندما يكون الأب والأم يغفلون عن هذه الأمور إذن كيف تكون أنت مطمئن على أنك أديت الأمانة نحو ولدك كيف أنك أنجزت هذه المسؤولية كيف ستضمن أن ولدك ما يأتيك يوم القيامة ويتعلق برقبتك ويشكوك إلى الله واضح فلذلك بناء الإيمان أول ما يكون أن تحافظ على السلام الأصلية الموجودة فيه ثم دورك أن تحدث التلاقي بين هذه السلام الأصلية ويبدأ يمتد مع ما يبدأ يدركه هذا الطفل في قضايا متعددة ثم إذا خرجت إلى إدراك نقاط القوة فإنه ما من إنسان إلا لأن الله قال وهديناه النجدين هديناه على خلقة ومقومات بها لو سلكت به طريقة التدين تدين وبها لو سلكت به طريقة لانحراف لانحراف فعنده المقومات فهذه نقاط قوة وهذه نقاط ضعف وهذه من أعظم الأشياء في التربية أن تدرك نقاط القوة والضعف لذلك يقول من القيم رحمة الله عليه يقول هذا العلم من أهم العلوم لمن يريد أن يربي أن يعرف في المترب نقاط القوة والضعف يقول من أعلم البشر بهذا الأنبياء ثم العلماء الربانيون ثم من قال ثم إبليس الشيطان يعرف إن الشيطان ذكي فهو يتفاعل مع ما أنت فيه من مقدرات يعني لذلك ما هو نقطة قوة ما يأتي إبليس يقف ويضع لك الحواجز أمامه أبدا ولا يثنيك من بوابة نقطة قوة وإنما ماذا نقطة القوة يأخذك لكي تخرج من باب الغلوب لكن ما يأتي نقطة القوة لكي يخرجك من باب الترك لم يعلم أن هذا نقطة قوة وكما يقولون الذي في فلذلك وما يأتي لنقطة قوة ويمنعك من خلاله وإنما نقطة القوة يأخذك منها ليخرجك من باب الغلوب ويأتي إلى نقطة الضعف لكي يجعلك يحبطك وتجلس فهذه قضية أو جزئية أو قضايا مرتبطة بقضايا جانب الإيمان ثم قضية الإيمان حقيقة لأنها أعظم قضية في التربية وهي الأساس بها وانتبهوا لهذه الكلمة أقول إذا اعتنى الوالدان بالولد في جانب بناء الإيمان وحدث التلاقي السليم في المراحل الأولى بين الفطرة والتكميل بالشرعة في قضية الإيمان فأقول كل حراف بعد ذلك يكون من هذا الإنسان سيكون طار وإزالته تسهل وإن أهملت ذلك وحصل الانحراف في تلك المرحلة فإن المحافظ على الصلاح الذي قد يكون بعد ذلك صعب جدا فإن النفس تحن على ما كان في المراحل الأولى وتحن له بقوة وهذه خطورة حقيقة الدور على الأبوين وخصوصا الأم الأم الله الله عز وجل أعطى الأم يا جماعة يعني سبحان الله أعظم مسؤولية في الدنيا فأعظم وأهم مرحلة لتربية الإنسان هي تلك المرحلة الأولى وجعلة الأم الأم هي التي أعطيت هذه المهمة فإذا الأم لم تعي ولم تفهم لم تفهم ماذا أعطاها الله من شيء عظيم جليل كبير أعطاها رمزية ليجعلها علّها لو فهمت تدري أنها ما تقوم به شيء كبير عندما هذا الآن المتربي الطفل عندما يكبر عندما يسأل النسلم من أحق الناس بحسن صحابته من قدم لك معروفا أكثر في صلاحه فمن الذي قدم أكثر لو أداه بحقه لذلك رده إلى الأم رده إلى الأم لأنها هي التي مكلفة بذلك وهي التي أعطاها الله من المقدرات والإمكانيات ما تستطيع أن تقوم بهذا مع مولودها وطفلها وتحسن هذا الأمر بإتقان عندما تغرى وتظن أنها تتجه إلى أن تجمع دنيا أو غير ذلك هو أغلى من أن تربي ولدا إشكالية تحتاج إلى تعديل هذه النائحة الثكلة لا يمكن أن يغني عنها النائحة المستأجرة هذه المسؤولة بين يدي الله لا يمكن أن يخارجها أنها فرطت في ذلك وقصرت فيه واضح فلذلك هذه المسؤولية التي تناط بالأم وعظمها وهذه البلدة تذكرنا سبحان الله انظروا كم في قصة هاجر والله من العجب في بيان هذا المنهج خليل الله إبراهيم هاجر بالنسبة له بنت خرجت من بيتي رجل ظالم ليس في بيته ولا في خلقه التصوّن والعفا والدليل أوضح ما يكون يريد أن يتعدى على سارة زوجة إبراهيم إذن لا عفاف لا صلاح لا تديّر لا قيام بالحقوق خرجت هاجر من ذاك البيت إذن ماذا تتوقع أنها تربت فيه وما هو الخلق الذي ستكون تربت عليه في بيت هذا طبع قائده وهذا فعله لتدخل بيت من بيت خليل الله إبراهيم أبرك بيوت الدنيا وقضيته الكبرى الإيمان والتوكّل على الله فماذا أثّر هذا البيت على الأم فالتربية من الأب نحو الأم ثم ماذا فيأتي المولود فما هو المطلوب أن تقوم الأم بالحق الأكبر في هذه التربية وأن يقوم الأب بالإشراف على ذلك البيت فيوضع توضع هاجر هنا ويضع لها الخليل إبراهيم مقصود التربية رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة طيب من هي الذرية التي مخاطبة في وقت الخطاب هذا إسماعيل هل كان يعي الخطاب ماذا كان رضيع يُحمل إذا من الذي يوضع له هذا الهدف والمقصود أم ثم يتركها ويدها انظر إلى وفائها لزوجها في حق نفسها فامرأة شابة تُترك في مكان لوحدها ويُجاورها أقوام رجال ويشهد الله بعفافها وضع لها مقصود التربية ويشهد الله بنجاحها أين الشهادة لها بنجاحها في مقصود التربية النبي الوحيد الذي يُذكر بهذه الصفة إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة إذا نجحت الأم ربّة الطفل على مقصود الأب وعوَّدته أن ينقل نفس المنهج لمن بعده شهادة القرآن ثم في كل الذي الحالة التي هي فيها انظر إلى المرأة الوفية التي رُبِّها يذهب إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركنا لا يُجيب الله أمرك بهذا الجواب نعم إذن لا يُضيِّعنا الله ثم والحال تلك كلّة والخوف والوجل والوحدة ثم انظر إلى ذاك الجواب اللطيف عندما يأتيها جبريل في صورة رجل فيقول لها من أنت من أنت لمن تنتسئ وبمن تعتزي وأي هوية تذكرها أليس الزوج قد تركها في المكان وليس معها إلا جراب تمر وسقا لكن هو أين ذهب هناك تكليف رباني له أن يُبلِّغ ورُبِّيت على ذلك وكل هذه الظروف ماذا قالت عندما سألها جبريل من أنت قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم تذكر هذه النسبة إذن إذن عندما تكون البيوت تُبنى على مثل هذا المنهج اختلف القيام بالمسؤوليات اختلف الوعي بإدراك الحقوق وفهم هذه الأمور فلذلك نجد سبحان الله هذا الإمام وهذا العالم عندما يذكر وصيته لولده نجده أيضا يسير على نفس الطريقة فيبتدئ بماذا يبتدئ بالإيمان ثم تأتي بعد ذلك قضية القرآن لكن لا يقدم على قضية بناء الإيمان شيء ذلك هذه قضية كم نحتاج أن نقف ودروس بعد ذلك حتى نتعلم كيف نبني الإيمان في أولادنا كيف نؤسسه ما هي الطريقة ما هي المنهج في هذا الأمر فلذلك ابتدأ في هذا الأمر وأكتفي أنا قلت عشر دقائق أطل فالمعذرة وأسأل الله سبحانه تعالى أن يسر وقتا وأن نكمل قراءة هذه النصيحة جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر